السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنرد على سؤالين مهمين جدا وهما السؤال الأول ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدوسي والحديث النبوي الفرق بين التلاتة دور طيب القرآن الكريم هو كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولة يعني تكلم به الله سبحانه وتعالى شو بأش كلام صعب تكلم به الله سبحانه وتعالى تمام تمام إذن هو كلام الله منه بدأ البدأ من الله سبحانه وتعالى هو كلامه يبقى القرآن كلامه له ولا مخلوق الإجابة القرآن هو كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذه الأولى ماشي بلا كيفية ما تقولش تكلم إزاي ما إن فاتش شفت ربنا بيتكلم إزاي ما تقولش كده ما تقولش إزاي كذا لا وتوش زي المخلوقين زي كلامنا لا يجوز قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء تمام دي كده الفكرة الاولى وانزله على رسوله وحيا نزل به الوحي يعني تكلى به الله سبحانه وتعالى الى جبريل وجبريل نزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام من جبريل الملاك ملاك يسمى جبريل الوحي الموكل بالوحي تمام لقو 600 جناح تمام تمام وصدقه المؤمنون على ذلك حقا نحن صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقنا بالقرآن هكذا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة هو كلام ربنا زي ما شرحناه سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى أما نقول إلينا بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين يعني ما تقولش كلام صعب تواتر يعني السند اللي وصل لنا به يعني عن 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 الله صلى الله عليه وسلم تكلى به جبريل عليه السلام ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخذه الصحابة من أول بقى الصحابة هنا رغاية لما وصل لنا كل دول في كل طبقة من طبقات النقل دول مجموعة يستحال أن يتواطئوا على الكذب يعني يستحال لهم يقولوا تعالى نختلعوا أي كده ويقولوها للناس مع الآيات دي استحالة دول من أكتر معينة ومن بلاد معينة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة مش صحابي واحد كل دول سمعوا وصلنا القرآن تمامي كلمة التواتر يعني أيه التواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة أو تستحيل العادة تواطئهم على الكذب من العادة اللي ما ينفعش كل دول يتواطئوا على الكذب أو هو ما رواه جمع عن جمع في كل طبقات تمام طيب يلا بينا قلنا إيه بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى كلنا بنتكلم عن القرآن لسه نخشح حدوسي افهم معايا وركز وكمل للآخر عشان معلومات دي انت بتتعبد بها لله سبحانه وتعالى والقرآن هو كلام الله القرآن لأي حد عايز سعادة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمام إلى دين الإسلام السعادة هو دين الإسلام المنقول إله بالتواتر المفيد للقطع قلنا شرحنا كلمة ايه التواتر المفيد للقطع قطع من الله سبحانه وتعالى واليقين المكتوب فيهن القرآن في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون ربنا تكفل بحفظ الكرآن ما تلاقيش حد يقدر يقولك آية من الكرآن ممكن واحد يخترع لك زي بنسمعه اللي هو اسمه مش عارف ايه رشيد حمامي ده ولا الحاجات دي يجي يقولك ايه يجيب آية مثلا زي هل أتاك حديث الغاشية يحجيب هل أتاك حديث يحجيه آية الكلمة تانية غير الغاشية طيب أنت بتجيب الكرآن وتخترع عليه لا أتاير واحدك وتقدرش قال اللهم سبحانه وتعالى قل لإن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لو تعاونوا ظهيرنا متعاونين لو تعاون الإنس والجن فقدروا يقولوا ما يقدروا قل فأتوا بعشي سواء ما أدروش قل فأتوا بحديث مثله اتكلموا زي ما أدروش إذن ما يجيب لك كده يقول لك قال أتاك حديثه وقل جاي أي حاجة تاني وجوه يومئذين ويدخل حاجة تاني زي اللي إيه زي اللي جاب نأسف يجيب مثلا حصان ذكر يأخذ منه الماء بتاعه المانية بتاعه كده الماء بتاعه ويحط مثلا بدل ما يحطه حصان يحطه في حمارة ويطلع حاجة اسمها بغلى أو يطلع حاجة اسمها مش عارف إيه ويقول لك أو بص أو بيقول لك إحنا ربنا إحنا خلقنا حاجة وخلقنا حاجة انت بتاخد حاجة مخلوقة وفي حاجة مخلوقة وبتطلع حاجة مخلوقة يبقى انت عملت إيه ما عملتش حاجة فده اللي هو الناس اللي هي زعبلات عقلية اسمها يبقى جاي عايز يتوهم اللي هو عارف في العلم والكلام ده يخش والناس اللي هي مش فاهمة تسمعه والكلام ده ناجوز تمام تمام يقول لك المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل ولا تنفع تغير في الكرآن حتى لو يعني لو في بلاد مسلمة وواحد غير مسلم وبيسمع على الكرآن رايح جاي وانت هقول غلط في آية هتلاقي بصص لك هيقول لك لا انت الآية دي انا سمعتها مرة كزا تخيل أم المسلم بقى يعني القرآن محفوظ من التغيير والتبديل ينفعش تبدل حاجة مكان حاجة مش هتلق عليه مش هتلق على الكرآن تمام كده قلنا القرآن والقرآن قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي يا اقوى يعني انت لو انت من غير المسلمين وعايز تعيش حياة صح ما قدامكش للإسلام طبعا الكلام ده بحدش بيتكلم فيه فلا انا اقوله لك انت من غير المسلمين وانت من غير المسلمين وعايز حياة سعيدة خش في الإسلام انت الشهادة الشهادتين واختصر غسطة الإسلام وكده انت بقيت مسلمين عليك يا عشان تحتار تقول لي طبرا ما احتار في ناس ممشيعة وفي الناس بيقول المسلمين لا اللحة ما تحتارش القرآن والسنة القرآن والسنة تقول لي ايه السنة يا الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيرهم من الاحاديث الصحيحة يبقى القرآن هو ايه الكلام والقرآن الاسلام القرآن والسنة قال الله قال الرسول القرآن عارفينه تاخد طب تقول لي طب انا هكراه بس مش عارف تفسيره انا اقول لك تفسير مثلا تفتح الكرآن وتلاقيه اللي هو تفسير مثلا السعدي فيه تفسير اسمه السعدي ساهل تفسير السعدي افتح التفسير كده انت معك تفسير الكرآن بكرآن السنة عندك تاخد صحيح البخاري شرحه ابن حجر العسقلاني كتاب اسمه ابن حجر العسقلاني كتاب تفسير صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني احفظ ده كده انت معك تفسير كمان السنة صحيح مسلم كتاب الحديث التاني شرح النووي ادي كده اتنين كده بص معاك اوه الاسلام اوه معاك اوه وبعد كده عندك بقى صحيح الجامع تنزل كتاب صحيح الجامع والاحديث صحيحة كده انت معاك الكرآن اوه الاسلام كده الاسلام طب تسمع مين عشان عايز اتطور اكتر سماعا في تكتب الدكتور محمد اسماعيل المقدم ده تسمعه حلو بيشرح كويس والدكتور اسمه احمد حطيبة تسمعه كده انت معاك برضو تسمع الاتنين دول مع اللي انا بقوله لك ده اذا معاك منهج الاسلام اوه تمام تمام يقول والحديث القدوسي احنا كده شرحنا القرآن طب الحديث القدوسي والحديث القدوسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه اهو باللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى الحديث القدوسي طب اتقول لي قبل ما تحكي كده ايه هو الحديث القدوسي اصلا عايز اعرفه مش عارفه ايه هو يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وفيه هوايا فلا تظالموا ده حديث قدوسي تمام طب انت تقول لي الحديث ذات مش لقيه من الكرآن ما دور في كرآن مش لقيه لا لا ده حديث ملو جعب الكرآن ده حديث برضو ده من الله وده من الله ولكن الاشد تواترا واشد تعظيما القرآن وده كلام ربنا وده كلام ربنا ولكن ده يجوز التعبط بتلاوته تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تصلي بها في الصلاة تتعبط بها بقراءتها كده تماما فا تقول مثلا يا عبادي اني ايه ده مفيش كده يبقى الاولى يجوز التعبط بتلاوته والتغني به القرآن واكثر تواترا وقطع الثبوت والدلالة هكذا تمام يبقى ايه الحديث القدس خلصنا كرآن الحديث القدسي هو ايه هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربيه عن ربيه يعني هو من الله سبحانه وتعالى باللفظ لفظه من الله والمعنى المعنى من الله سبحانه وتعالى ونقل الينا احادا او متواترا قلنا التواتر قلناه والاحد اللي هو بيبقى فيه في سنة ده بلش نخش في علم الاحاديث قلنا التواتر عرفناه والاحاد اقل منه في درجات الكثرة في الطبقات ولم يبلغ تواتر القرآن اللي هو حديث القدسي تمام ومثال الحديث القدسي حديث ابي ذرن الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تمام وكده اخدنا القرآن ها اخدنا الحديث القدسي ها ناخد اخر حاجة بقى فردا على السؤال الحديث النبوي اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لعملوا بالنيات حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب له نفسه او حديث يبقى الحديث النبوي ايه هو يعني انت دلوقتي تقول لي ايه هو الحديث النبوي حديث القدوسي هو من الله سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى طب ايه الحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم هم معروفة ايه من النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدوسي من الله سبحانه وتعالى القرآن من الله سبحانه وتعالى اعلى درجة من التلاتة تمام تمام اصحي كتاب مين القرآن تمام تمام بعديه كتاب اسم صحيح البخاري اعرف كده بعديهم صحيح المسلم ماشي طب احنا دلوقتي نقول الحديث النبوي ايه هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة احفظ معايا ما هو الحديث النبوي لو سألت كده سؤال عابر كده ما هو الحديث هتقول لي الحديث هو اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هقول لك تمام يبقى الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقرير او صفة عنه طب يلا بينا ايه قول الشحالة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العمله بالنيات قد قول خلصنا طيب فعل الصحابي يقول رأيته نبي صلى الله عليه وسلم يفعلو كذا او ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث ايه هو عمله طبعا يعملو زيه اقر الشيء تقرير اقره ايه ده الحديث و لو شايف حاجة غلط فيهotine فعي سيبها تمام تمام او صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يقول فيه رمضان يبقى كده قلنا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلن به الله سبحانه وتعالى المحفوظ من المصاحف من قول إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلن به الله ثم تكلن به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ من المصاحف من قول إلينا بطريق التواتر هكذا القرآن الحديث القدسي يلا هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عرب به باللفظ والمعنى دليل إيه هو اللي هو مثاله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل تكلن به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إيه هو مثاله قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الدليل والدليل طب ده ايه الكرآن عارفين ايه كرآن عشان ما تقوليش طب ايه دليل حاجة من الكرآن الكرآن اي حاجة من مصحف تمام طب الحديث النبوي ده المثال بتاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لعملوا بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل امرأة إلا وكان الشيطان وثالثهم Ireland حديث تمام تمام ايه الحديث النبوي هو ما اضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة وشرحناها كده السؤال الأول السؤال الثاني مهم جدا برضو ركز معايا وكمل للآخر السؤال الثاني مهم جدا وهو بيستسأل كتير ماذا قالت اليهود في حق عيسى عليه السلام سؤال مهم محدش بيجاوب عليه نقول فرط اليهود في حق عيسى عليه السلام المسيح عيسى عليه السلام فكفروا بنبوته احنا بالنسبة لنا عيسى عليه السلام ده ايه رسول من الله سبحانه وتعالى تمام تمام يقول عبود الله ما لكم من إله غيره وهو بشر بالنسبة لنا ودي عقدة صحيحة وفق العقل حتى يقول فرت اليهود في حق عيسى عليه السلام فكفروا بنبواته وقذفوا أمه بالزنا أعوذ بالله شوف اليهود قذفوا مريم عليه السلام بالزنا قالوا عليها نازانية ونعوذ بالله مريم عليه السلام أنجبت بغير أبن تمام تبطولي إيه ده حاجة صعب لا مش حاجة صعب وربنا أصلا لما خلى الإنجاب ده يعني خلى على أربع مراحل في مرحلة من غير أب ولا أم آدم عليه السلام كون فأكون من غير أب ولا أم طيب انزل تحت شوية هنقوله حواء من أب من ضلع آدم يبقى هي من أب غير أم طيب ننزل تحت شوية مريم عليه السلام أنجبت عيسى هي أمه بغير أبن عادي والمحارة الرابعة أب وأم أربع مراحل ما فيش أي حاجة فيها استغراب تمام يبقى فرط اليهود في حق عيسى عليه السلام فكفروا بنبواتهم قذفوا أمه بالزنة ونعوذوا بالله من ذلك وأفرط النصارى في حقيقات عيسى المسيح عليه السلام فرفعوه فوق بشرياته وقالوا أنه إله وهذا لا يجوز لأن الإله واحد وأن الإله لا يحتاج وأن الإله حي لا يموت تمام تمام الإله حي لا يموت والإله لا يحتاج فإذا أثبتنا على أحد أنه يحتاج فأن هذا الاحتياج نقص والنقص على الإله محال الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الله أحد فرد صمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفا أحد ولكن الحقيقة هو أنه يعني عيسى عليه السلام المسيح رسول الله ولم يكن إله والله هو الواحد الأحد الفرد والصمد والله أرسل الرسل منهم عيسى عليه السلام فجاء القرآن الكريم يبين حقيقة المسيح حيسى ووضعوه في مكانته اللائقة به فنزهه أن يكون من سفح نزهه أن يكون من زنة نزهه قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب شوف القرآن يقوله وقال القرآن أن عيسى هو رسول كريم رسول كريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقة لما بين أدي من الطوراء اللي قابله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد تمام؟ رسول من الله سبحانه وتعالى بشر إذا أثبتنا أن عيسى عليه السلام كان يأكل فالذي يأكل يحتاج أن ينام والنوم نقص والنقص على الله محال والذي يحتاج كلمة احتياج نقص والنقص على الإله محال إذن هو ليس بإله هو رسول الله سبحانه وتعالى تمام إذا أثبتنا أنه كان يأكل فالأكل يحتاج إخراج أن يخرج الإنسان إخراجاته من بطنه مثلا فهذا الإخراج إحتياج والإحتياج نقص والنقص على الله محال إذن لا يجوز أن نقول عليه إله تمام؟ فهو رسوله رسوله من الله سبحانه وتعالى جاء بالإنجيل والإنجيل مكمل للطورة الإنجيل مكمل للطورة الكتاب الأم بين الطورة والإنجيل هو الطورة والإنجيل جاء مكمل لهذه الشريعة ثم جاءت الشريعة التي حكمت على جميع الشريعة الشريعة الإسلام القرآن جمع القرآن والصنة الشريعة دي حكمت وهيمنت على كل كتب اللي قابلها عشان تبقى شريعة إلى يوم القيامة زي ما إحنا قلنا كده لما قلناها قلنا مثلا فيه سنوية وفيه قلنا فيه ابتدائي واعدادي وسنوية وكلية قلنا مثلا لو قلنا الاعدادي اللي هو لو قلنا مثلا الابتدائي مثلا صحف إبراهيم وموسى وجينا هنا قلنا الاعدادي اللي هو التورة وقلنا الثنوي اللي هو الإنجيل قلنا كلية اللي هو القرآن والشريعة دي حكمت على كل ما ينفعش هرجع تاني أنا خلاص بقى هنا أبدأ أذكر هنا وأبدأ اللي هنا همتحنك هنا همتحنك هنا وهنا القرآن صدق بعض الأشياء في الكتب اللي قبل كده المواد التراكمية افتكارك كن المواد التراكمية هيبدأ اللي القرآن يسألني فيها الحاجات اللي هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد من ضمنها مثلا أكثر تمام تمام يبقى دي السؤالين هنردين عليهم في محاضرة اليوم وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنأتي بأسئلة لم يرد عليها الكثير ونرد عليها في المحاضرات القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه أنه الغفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته